وعلى هامش مشاركتي في المؤتمر والمعرض الدولي للثروة السماكية التقى وزير الزراعة سيد القصير بمجموعة من المستثمرين العرب والأجانب المشاركين في المؤتمر وخلال اللقاء استعرض الوزير أفاق الاستثمار في مجال الاستزراع السماكية في مصر وأطلع المستثمرين على حزمة الحوافز التي تقدمها الدولة في هذا المجال خاصة بعد تهيئة المناخ الاستثمار والاستصلاح التشريعية وكذلك التفرى غير المسبوقة في مجال البنية الأساسية اشتركوا في القناة